في زيارة مفاجئة تحمل معها دلائل سياسية وعسكرية كبيرة رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي يحط في سوريا لتفقد قواته الشمال شرق البلاد وللطلاع على المهام الموكلة اليها ومعرفة مدى التقدم فيما تصفها واشنطن العمليات المشتركة مع ميليشيا قسد لمحاربة تنظيم داعش في المنطقة الجنرال ميلي الذي يعد اكبر رتبة عسكرية تزور سوريا منذ دعم واشنطن لميليشيا قسد بذريعة محاربة تنظيم داعش قبل نحو ثمانية اعوام قال في تصريح للصحفيين المسافرين معه انه يعتقد ان القوات الامريكية وشركاءها السوريين الذين يقودهم الاكراد يحرزون تقدما في ضمان الحاق هزيمة دائمة بداعش مشددا على ان مهمة قوته في سوريا ضرورية للغاية في وقت لم يصدر البنتاجون اي تصريح رسمي حول زيارته او تبيان لفحواها وما تم فيها محللون عسكريون ربطوا بين زيارة ميلي الى سوريا ومثيلتها قبل يوم الى اسرائيل خاصة وان المتحدث باسمه اكد مناقشته قضايا الامن الاقليمي وتنسيق الدفاع ضد التهديدات التي تشكلها ايران في محادثاته مع هرتسي هاليفي رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي خاصة وان القواعد الامريكية في سوريا تعرضت في الشهرين الماضيين لاستهداف ايراني اخره كان بداية العام الجاري عبر ثلاث مسيرات اسقطت القوات الامريكية اثنتين منها فوق قاعدة التنفي العسكرية فضلا عن اسقاطها الشهر الفائت مسيرة ايرانية الصنع كانت تحاول اجراء استطلاع على قاعدة دورية في شمال شرق سوريا بحسب ما اكده الجيش الامريكي فهل بالفعل لايران صلة بالزيارة ام انها جاءت لتفقد المصارح الامريكية في سوريا اشتركوا في القناة